السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين لك كرام في الفيديو السابق طلعنا الصفرة ونفزناها اتمنى تشوفوا الفيديوهات بالترتيب طيب جبنا ورق الزبدة اهو حطناه على اللوحة علشان نعرف ازاي نشف شايفين انا برضو بستخدم المصطرة حتى وانا برسم الشف بتاعي طيب انا اهو واخد الجزء الامامي اهو ونورت قبل كده ان الدوران ده مهم جدا جدا اهو وروح نكملها بالمصطرة تمام طيب ونفس الحكاية خط كده وطبعا انا بشوف بدون الصفرة لاني اخدت صفرة اصلا تمام لما اعمل كده القص هيكون دقيق تمام وبردو اهو بصو بنقطه ازاي عشان مرسمش خط معقولة تمام اهو الصفرة بتاعتي اهي بشكل حضرتك شايفين كمام ده كده اي الامام بشيل علشان اشف الخلف لوحده اسوية عشان اشف الخلف اخدو كده على الحرف خالص وادبس 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 الخلف اهو بالمرض شفيت الخلف مفوش اي مشاكل عملناه كزا مرة قبل كده تمام تمام نقص يا سارة والامر بسيط جدا البترول ما بيترميش خالص تمام خالص اهو الصفرة بتاعتنا اهو تمام اهو لو انا بامشي بالمصطرة القص بتاعي يبقى بالمصطرة ولو في عيوز في المقص اصلحه اودي عند محلات ادوات الخياطة والفتاة اللي حاجات بتشير منها دي هيصلحونك المقص اهو لازم يكون المقص حلو علشان يديني قصة حلوة يعني يديني قصة حلوة طلع موديل مضبوط تمام اهو بصوا بقى بقصوا بقى ايه مكان الصفرة اللي انا فرقتها اهو تمام اهو تمام اهو في اي صعوبة مفيش اي صعوبة التزم بكل الحاجات اللي بنعملها طلعي شغله مضبوط مفيش ولا سنتي زيادة ولا سنتي ناقص اهو الباترون شغله بالملي متر اهو زي ما حضراتك شايفين كده ده كده الامان الخلف طبعا سهل هنقصه بالمرضة في تيابة المسنطقة ناقصه بالمسنطقة ناقصه بالمسنطقة كما ترى المراض يديك قصة زيادة كده يديك بوز شوية لفوق ده حلو ممتاز جدا اصبح معي قرس خلس ودي الامام والصفرة احنا اصلا بتفعل عملناها تمام اهي تمام طيب نجيب القماش بقى علشان نفط البطرون بتاعتي القماش اهو قماش الملايات اللي احنا قلنا عليك نتعلم فيه وخلاص يعني انت خلاص اتعلمتي تعملي لو انت بقى حابة تعمليه على قد بنتك اعمل مفيش مشاكل هتقماش حلو بقى واعمليه لو بنتك في العمل ده او في السن ده عايز اتجيب قماش لي خلاص تمام هاتي طيب عايزة تعمل قياسات من اللي في الجدول على قياس بنتك برضو مفيش مشكلة خلاص جميل احنا خلاص اتعلمنا بقى خلاص اهو تانية واحدة طبعا ممكن احط البطرون كله باني اطبق واحطه كله فخلينا بس ايه واحدة واحدة تمام بالمرض يا فاطمة بالمرض خلاص اتعلمنا ما لو ديرش قماش اهو الشكل ده كده عشان ده اخد اللي احنا محتاجينه بس باخد القماش كده اهو لازم الواحد سنتي اللي فوق لازم الواحد سنتي اللي فوق تمام من قدام مقفول من قدام مقفول ما عنديش خياطة طيب اهو دبس كويس اوي لازم يكون عندي دبابيس دبابيس لو انا عايزة كل حاجة مصبوطة لازم يكون عندي الدبابيس عايزة فصان طويل طويلة على القماش عادية مفيش مشكلة دايما بس بعملكو ايه النماذج وانتو طويلة زي ما انتم عايزين تايك فاكرين قولنا ايه قلنا لازم نمشي على الرسم لازم نمشي على الرسم ولازم ناخد مسافات الخياطة مزبوط. طيب اول حاجة انا برسم الاول الرسمة بتاعتي. اهو. عشان ما تخشي مني. خلاص. ما تجعب القلم اللي هم استخدمها. بس كده علشان يكون مضح في التصوير. اهو. تخديمي قلم رصاص. اه طباشير امرت حاجة انت تشوفيها. بصوا انا بقى لو انا حابة بس اطابل بتروح ماشي بالمستالة بنفس الاتجاه. تمام بصوا بتروح ماشي بنفس الاتجاه بشكل ده. اهو. بنفس الاتجاه. اهو. خلاص وانا مشي بالمستالة. تمام? طيب ورح عامل الخط ده كده اهو. خلاص ده كده انا عايز اطول. ده كده انا طولت كم? طولت كم هنا? علشان أبعى عشان التاني اللي خلف لازم يطول. اربعتاشر سنت beads اطلع كده اي help دوران. نفس الحكاية. الدوران ده كم سنتي كده القياس طبيعي كده حالي تلاتة سنتي. خلاص? طيب. انا كده ايه? رسمت. اهو. الموديل بتاعي زي ما هو. خلاص? خليك فكرة. انه انا مسلا طولت هنا تلاتة اه طولت الربعتاشر سنتي بطولهم هناك. تمام? طيب. اهو. والمسافة الواحد سنتي الخياطة. اهو. انا عفاهم. بس انتي لازم تعملوه بالمسترة كده. اهو. بالشكل ده كده. خلاص? بالشكل لحظاتكم شايفينه ده. وما انساش الواحد سنتي اللي هنا. لازم. تمام? ولازم هنا كمان. بالشكل ده. خلاص? هقص كده الامام. بسم الله. طبعا انا طولت هنا بقى ماخدش بقى مسافات تانية خلاص انا طولت. ودي الدوران. والدوران مش عشان يكون شكله بضورة. مع الدوران عشان ما يبقاش مجنة ما يبقاش فيه مسلس. يعني بالدوران ده انا بشير المسلس بس. اهو. خطوة خطوة معاكم عشان الصفرة دي جديدة عليكم فانا خطوة خطوة. نبقى تمام كده. وادي. اهو. ننسوش اعملوا لايك على الفيديو. طيب عندي فاطمة ممكن تقول لي ايه? اه ناحية الدراعات بمصدرحمن بيبقى ماسك شوية. ناحية الكمة هنا ماسك شوية. تمام يا فاطمة? زي ما انت اهو. زي ما انت كده على القماش. تمام? طيب. واروح نزلة اتنين سنتي. اهو. معايا كده فاطمة. اهو. واروح طلع على منخيش. بص كده فاطمة عملنا ايه? عشان هتعمل في الخلف. ده يعمل لي ايه? ده يبقاش عمل لي دوران مزبوط. اهو. واجه كده لان الفستان قط اصلا. اهو. اروح نزلة الاتنين سنتي. اهو. ها? عملنا ايه? زودنا الدوران. كده تمام? ده كده الامام. خلاص? طيب. صور كده الورق بتاعي. ورق زبدة ما بيترميش. ده بطروم زي ما قلت لكم. بفلوس. اهو. طيب. بص بقى. لو انا جيت فتحت ده كده. وهنا عايز اعمل علامة. مش لازم علامة ده وقت. بعد ما اخيف. ايدي الامام. بجال. اهو. حلو كده? طيب. الصفرة بتاعتي فين? الصفرة بتاعتي اهي. اهي. الصفرة بتاعتي لما تركب تروح مرجعاني الكتف زي ما هو هنا. وتديني الرسمة دي اللي انتو شايفينها. اه. كده خلاص. كده خلاص. نركب بقى نقص الخلف عشان نخيط مع بعض. اهدي القماش. اخطو بالكم بقى عشان التعديلات اللي عمتها هنا هتعملها هنا. شوية. سبت واحد سنتي هنا. سبت واحد سنتي. تمام? اربعة عشرة سنتي اسفل. زي ما قلت لحضراتكم. تفاصيل دي غاية في الاهمية. اي مرض بيبقى قماش ومفتوح يعني هفتح الجزء ده. هنا هروح نازلة الاتنين سنتي اللي انا عملتهم بالمسطرة. انا المسطرة. تمام? وادي رسمة المرض. خط الكتف. وانا هنا برضو راح عملة الواحي الصمتي للمرة. بالمسطرة. انا حافزة. اهو. وانت كمان ان شاء الله مع التدريب والتمريد هتبقى حافزة. اهو. رسمة الخستان الاصلية. وبنزل ايه خمساشر سنتي اربعتاشر سنتي عقل بنفس الطريقة. اهو. الاربعتاشر سنتي هتلاقيه هنا. خلاص? تلاتة سنتي اللي انا قلت عليهم بالدوران. اهو. طيب. راح الصمتي. خستان ده. انا عايزة منافسة قوية على جوباتي هتساب. عايزة اشوف احلى حاجة. ان شاء الله. هنا ايه? مفتور. مش عايزين ننزل. اهو. انا اعمل ان شاء الله غزورة ده. انا قلت له. كنته serious. ايه? احنا عملناهم. اهون. اجي هنا كده. اروح ايه? نازلة مع الورقة. اهو. خلاص ده باترونيك بقى من التعديل فيه اللي ينزل. خلاص كده. انا كده ايه? عملت القبط الواسع عشان يبقى مسترية. وده قط ده ما اطلقه يعني مش نطلق برضو انه يبقى سعقوي بس عشان كده انا خلاص الخلف. شفتوا بقى اه مفروض هنا نفتح. خلاص? اهو. قبل ما اروح ولا اعمل اي حاجة. فين دوراني رقبة الخلفي? انا عرفو ازاي? اهو. اروح عاملة كده. تبقى انا عايز انهاية الدوراني الخالفي تكون هنا. اهو. يعني ده كده مرض. اروح عاملة علامة غننة عشان افهم بها بس ايه? ان انا هاتني الجزء ده على بعضه عشان يديني ده الدوران. كده خلاص? يلا نشوف بقى الخياطة.